الحصبة نعم الناس تخاف من الحصبة أنتوا الآن المرض تحت السيطرة ماكو شيء مكلق طبعا الحصبة هي عالميا هناك انتشار في الحصبة وفي بريطانيا وفي دول أوروبا الغربية وفي دول الجوار هناك انتشار بالحصبة لحد هذه اللحظة الحصبة تحت السيطرة نسبة الوفيات تكاد تكون معدومة قليلة جدا معدومة تكاد تكون معدومة قليلة جدا اللقاح الروتيني اللي يجب أن يكون موجود في مؤساتنا الصحية متوفر لكن احنا ذاهبين ان شاء الله بعد رمضان بحملة وطنية لتلقيح كافة طلبة المدارس احنا ما يرادلنا دولة الكبار لا ان شاء الله ما تحتاج لكنه عندنا المجموعة الاختطار هو طلبة المدارس نبدأ رياض الاطفال وطلبة المدارس لغاية السادس ابتدائي الآن استكملنا التحضيرات تقريبا منتظرين عقد خلال هذا السبوع القادم يصل سرنجات خاصة باللقاحات نحتاج انش كم مليون سرنجة فان شاء الله توصل اكملنا الاستعدادات اكملنا التدريب اكملنا التخصيص من وزارة المالية بعد العيد تنطلق هذه الحملة لغرض تغطية حملة وطنية شاملة لتغطية كل طلبة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال بلقاح الحصب المخدر نحن ايضا استفادين مو قلنا فقط الحصب الحصب المختلطة خدنا النكاف وخدنا الحصب الألمانيوية سوية اللقاحهم حتى نوسع نوسع من التغطية بالنسبة لأمراض الانتقالية موسيقى